بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الفني في حلقة جديدة من مادة اللغة العربية نهاردة ان شاء الله هنعمل مراجعة على بعض دروس الأدب ونعمل ربط بينها وبين بعض النصوص المقررة علينا ونبدأ بالكلام عن المدارس الأدبية في العصر الحديث معروف ان الأدب في العصر الحديث اه او مدارس الأدب في العصر الحديث عندي مدرسة الإحياء والبعث او اللي بيسموها المدرسة الكلاسيكية عشان لما اسمع اي مصطلح من المصطلحين مطلق بطش ابي عارف ان مصطلح الكلاسيكية هو نفسه مصطلح مدرسة الإحياء والبعث وعندي المدرسة الرومانسية وعندي المدرسة الواقعية هنبدأ كلامنا عن مدرسة الإحياء والبعث أو المدرسة الكلاسيكية وأول سؤال عندي بيقول يعد البارودي رائدا لمدرسة الإحياء والبعث ناقش ذلك إجابة السؤال ده تتلخص في الآث مدرسة الإحياء والبعث هي مدرسة استمدت من القديم قوته وأصالته ومن الحديث حيويته وشبابه وردت للشعر العربي روحه ولذلك يعد البارودي رائدا لهذه المدرسة للأسباب الآتية أول حاجة احتفى وهتم بالإسلوب والصياغة القديمة التزم بوحدة الوزن والقافية تمثل في كثير من موضوعاته ومعانيه دواوين الشعراء القدامى مع عناية فائقة بنقاء الإسلوب وروعته ودقته وابتعاده عن البديع المتكلف السؤال البارودي زي ما قلنا هو رائد هذه المدرسة هناك مجموعة من الشعراء الكبار الذين تتلمزوا على يد محمود سامي البارودي سؤالي هنا بيقول من تلاميذ البارودي نقط ونقط ونقط مجموعة أسماء تلاميذ البارودي أول اسم عندي أحمد شوقي وعندي حافظ إبراهيم علي الجارم وعلي الجارم ليه نص معانا هنتكلم عنه وأحمد محرم والملاحظة أنهم كلهم شعراء كبار هؤلاء تلاميذ للأستاذ البارودي بعد كده من خصائص مدرسة الإحياء والبعث الجمع بين نقط ونقط من خصائص مدرسة الإحياء والبعث أو ممكن يقول من خصائص المدرسة الكلاسيكية اتفقنا أنه مصطلح الإحياء والبعث ومصطلح الكلاسيكية كلاهما مصطلح واحد ويدل على معنى واحد من خصائص مدرسة الإحياء والبعث الجمع بين التقليد والتجديد هما بيقلدوا القدماء في موضوعاتهم ويقلدوا القدماء في أساليبهم ويجددوا لأنهم بيعيشوا قضايا مجتمعهم ويتحدوا معها ويعبروا عنها في شعرهم السؤال بعد كده من مآخذ النقاط على مدرسة الإحياء والبعث نقط ونقط بعض النقاط تعرضوا لمدرسة الإحياء والبعث وكان لهم مجموعة من المآخذ على هذه المدرسة منها الشعر عندهم هم يقولون يعني بعض النقاط يقولون أن الشعر عند مدرسة الإحياء والبعث تقليد لا روح فيهم يقلدون القدماء والقصيدة مفككة ومفتقدة للوحدة قصيدة عندهم مفككة ومفتقدة للوحدة السؤال اللي بعد كده بيقول احنا اتفعنا أن أحمد شوقي هو أحد تلاميذ مدرسة البارودي اللي هي مدرسة الإحياء والبعث أو المدرسة الكلاسيكية ولكن أحمد شوقي كان لي دور في هذه المدرسة وخطى بها خطوة إلى الأمام وجدد وابتكر والسؤال هنا بيقول جدد أمير الشعراء أحمد شوقي في شعر هذه المدرسة وضع ذلك إيه اللي عمله أحمد شوقي وجعل هذه المدرسة تخطو إلى الأمام خطوة أو خطوات أحمد شوقي كما نعلم كان له رصيد عظيم في الثقافة العربية القديمة وأيضا سافر إلى أوروبا ولما سافر إلى أوروبا اطلع على الآداب الأوروبية وهنا تمكن من الجمع بين الثقافتين العربية والأوروبية ومن أجل ذلك بنقدر نقول أن أحمد شوقي يعد رائدا لما يسمى بالمدرسة الكلاسيكية الجديدة يبقى أنا هنا عندي ظهر مصطلح جديد اسمه مصطلح المدرسة الكلاسيكية الجديدة من الذي خطى بالكلاسيكية هذه الخطوات أو من رائد المدرسة الكلاسيكية الجديدة نقدر نقول أحمد شوقي ليه؟ لأنه جمع أو مزجة بين الثقافتين العربية والأوروبية بعد كده عندي سؤال بيقول لي اذكر مظاهر التقليد والتجديد في مدرسة الإحياء والبعث احنا قلنا أن مدرسة الإحياء والبعث من مظاهرة أو من خصائصها أنها جمعت ما بين التقليد والتجديد طب مظاهر التقليد ايه عندهم؟ السؤال مظاهر التقليد واحد مجارات فحول الشعراء القدامى هم نظروا إلى الشعراء القدامى مثل المتنبي وأبو تمام والبحتري وغيرين من هؤلاء الشعراء بدأوا يحاكونهم في الألفاظ والمعاني والأساليب والأخيلة المحافظة على وحدة الوزن والقافية تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة يعني القصيدة الواحدة عندهم قد تجتمل على أكثر من غرض ممكن يبقى فيها غرض الوصف ممكن يبقى فيها غرض الفخر وممكن يبقى فيها الرثاء وممكن يبقى فيها غرض الحكمة يبقى تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة قيام القصيدة على وحدة البيت في بناء القصيدة متابعة القدماء في موضوعاتهم مخاطبة الصاحبين دي مجموعة من النقاط اللي نقدر نقول ان مدرسة الاحياء والبعث قلدت القدماء فيها طيب مظاهر التجديد ايه عندهم مظاهر التجديد هي التعبير عن التجارب والحاسيس والعواطف الذاتية اتنين تصوير قضايا المجتمع الذي يعيشون فيه ومعالجة هذه المشاكل والدفاع عن مجتمعاتهم وضع عنوان للقصيدة بعد كده السؤال بيقول تخيل الاجابة الصحيحة مما بين القوسين بيقول لي هنا اسئلة عن المدرسة الرومانتيكية مدرسة الرومانتيكية او المدرسة الرومانسية هي تسمية لمدرسة واحدة والمدرسة الرومانسية ظهرت تاريخيا في الوطن العربي بعد مدرسة الاحياء والبعث اما تاريخ ظهورها في اوروبا ده اللي بنسأل عنه هنا بيقول ظهرت المدرسة الرومانتيكية في اواخر القرن السابع عشر الثامن عشر التاسع عشر الاجابة القرن الثامن عشر السؤال بعد كده بيقول لي انتقلت المدرسة الرومانسية من المانيا الى فرنسا وانجلترا ولا انجلترا واسبانيا ولا فرنسا واسبانيا وهي ظهرت اولا في المانيا وبعدين انتقلت الى اختيار من هذه الاختيارات فرنسا وانجلترا انجلترا واسبانيا فرنسا واسبانيا الاجابة فرنسا وانجلترا السؤال اللي بعد كده بيقول رائد الاتجاه الرومانسي في العالم العربي جبران خليل جبران ابراهيم ناجي خليل مطران احنا زي ما اتفقنا لما اتكلمنا عن مدرسة الاحياء والبعث ان رائد مدرسة الاحياء والبعث هو محمود سامي البارودي هنا بنسأل عن رائد المدرسة الرومانسية في الوطن العربي او في الادب العربي عندي ثلاث اختيارات جبران خليل جبران ابراهيم ناجي خليل مطران الاجابة خليل مطران خليل مطران هو رائد المدرسة الرومانسية في الوطن العربي في العصر الحديث بعد كده احنا اتفقنا ان مطران او خليل مطران هو رائد هذه المدرسة يبقى السؤال ما مظاهر تطور القصيدة على يد خليل مطران الاجابة واحد التعبير عن الذات والعاطفة والتجربة الشعورية الصادقة اتنين اصبحت القصيدة تجربة شعورية تجمع بين مشاعر قائلها وبين المستمعين اليها او قارئيها ثلاثة القصيدة كل متماسك ترتبط اجزاؤها ارتباطا يتمثل في وحدة عضوية فنية اربعة الانفعال بالطبيعة همسة سيطرة روح الحزن والكآبة والتشاؤم ستة الاهتمام بالخيال سبعة الارتباط بوحدة الوزن والقافية او الاوزان والقافية التقليدية مع ادخال بعض التجديد عليها يبقى القصيدة عند خليل مطران حصل فيها تطور ونقاطه هي النقاط اللي احنا ذكرناها لحضراتكم السؤال اللي بعد كده هنعمل مراجعة على نص جيش مصر ونص جيش مصر زي لما هنقرأه وحنعرفه هنعرف ان هو ممثل او ينتمي الى مدرسة الاحياء والبعث او المدرسة الكلاسيكية الشاعر هنا عندي علي الجارم وحتذكروا ان انا قلت اسم علي الجارم ضمن اسماء تلاميذ البارودي يقول الشاعر علي الجارم يا جيش مصر ولا الوك تهنئة حققت ظن الليالي والمنافين وصلت اخر عليانا باولها فما اواخرنا الا اوالينا تسير من ظفر حلو الى ظفر مبارك الفتح والرايات ميمونة فيك الملائك اجناد مسومة اعلامها تتهادى حول جابرينا ده مجموعة الابيات اللي عندنا ويح عليها مجموعة من الاسئلة اول سؤال ممكن بيجيلي لما بيسألني في النصوص بيسألني طبعا عن مراد في الكلمة او مضاد الكلمة او جمع الكلمة عندي بقول هات مراد في الكلمات الاياتية آلوك المنا ظفر ميمون مسومة جبرينا كلمة آلوك المراد منها لا اتدخر جهدا في ارسال تهنئة لك على انتصاراتك العظيم كلمة المنا معناها الاماني ظفر معناها الفوز بالشيء ميمون معناها مبارك مسومة معناها معلمة مشهورة جابرينا معناها جبريل عليه السلام بعد كده بقول ما مفرد الكلمات الاتية ما مفرد الكلمات الاتية كلمة المنا الملائك الرايات اواخرنا اوالينا المنا مفردها المنية المنا مفردها المنية بضم الميم لانه ممكن يجي في الامتحان يعمل هالي في اختيارات مثلا يقول لي ايه مفرد المنية المنية ولا المنية ولا مثلا الاماني مثلا فانا ببقى عارف انها المنية بضم الميم كلمة الملائك مفردها الملك وممكن برضو في الامتحان يجيب لي الكلمة زي دي ويجيب لي اختيار من متعدد ويقول لي الملك ويقول لي الملك ويحط فتحة على الضمة ويرجع يحط كسرة تحت الضمة فبناء علي ببقى عارف ان الملائك مفردها الملك الرايات مفردها الراية اواخرنا مفردها اخر اوالينا مفردها اول السؤال اللي بعد كده طبعا لما بيسألني اسئلة نصوص لابد ان يكون هناك سؤال يسأل فيه عن مضمون الابيات التي وضعها امامك في ورقة الاسئلة السؤال ده ممكن يجي مباشر زي ما انا كتبه كده اشرح الابيات الاتية باسلوبك و باسلوبك او او يسأل سؤال تكون اجابته هو ان حضرتك بتشرح هذه الابيات فهو هنا بيقول لي اشرح الابيات السابقة باسلوبك لما نجي نشرح الاربع ابيات السابقة حلائي الشاعر بيقول ايه في هذه الابيات يتحدث الشاعر الى جيش مصر العظيم ويرسل اليه رسالة تهنئة يقول فيها لقد حققت ما هو مطلوب منك بانتصاراتك وذكرتنا بانتصارات الاولين فانت تسير من انتصار الى انتصار مبارك وتقاتل معك الملائكة معروفة ومعلمة يتقدمها جبريلو عليه السلام يبقى ده شرح للابيات الاربعة السابقة وزي ما اتفقنا انه هو على اي ابيات حيجبها لك لازم يسألك سؤال حول مضمون هذه الابيات وانت بتجاوب بتشرح الابيات اللي موجودة قدامك وشرحك للابيات بيرجع بالاساس الى انك تكون فهمها وانك تكون عارف معاني المفردات اللي موجودة فيها وحفظ معاني المفردات مهم جدا لان حفظ معاني المفردات بيحل لك سؤالين السؤال الاولاني هو السؤال لما بسألك عن معاني المفردات او عن المضاد او عن الجمع او عن المفرد والسؤال التاني لما بسألك حول معنى الابيات اللي موجودة امامك لانك بتبقى فهمها وبتقدر تعبر عنها باسلوبك السؤال بعد كده طبعا برضو من ضمن الاسئلة اللي بتظهر قدامك في سؤال النصوص انه بيسأل عن مظاهر الجمال سواء كانت صورة جمالية او كان محسن بديعي وهذا فرق هنا تفريق سريع جدا بين الصورة الخيالية او اللون البياني وبين المحسن البديعي لما بيسأل عن الصورة الجمالية او الصورة الخيالية او اللون البياني بيبقى قاصد ان حضرتك تجاوب باجابة من اربع اجابة الاجابة الاولى التشبيه او الاستعارة او الكناية او المجاز المرسل صورة البيانية المحسن صورة البيانية واللون البياني بيبقى قصد انه يطلب منك تشبيه او يطلب منك لون بياني او يطلب منك استعارة مكنية او يطلب منك مجاز مرسل او يطلب منك كناية طب لو سألني عن المحسن البديعي المحسن البديعي بيكون عدة امور منها مثلا الطباق منها لو النص نثري السجع منها لو النص شعري حاجة اسمها حسن التقسيم ونشوف نموذج لحسن التقسيم لما نتكلم عن نص المساء تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين بيقول لي يا جيش مصر اسلوب انشائي نوعه نداء ولا امر ولا طلب الاجابة نداء غرض التعظيم نداء غرض التعظيم السؤال اللي بعد كده اول واخر اول واخر بينهما تراضف ولا تقابل ولا طباق وبعدين بيكمل يبرز المعنى ويوضحه ويقوي هقوله اول واخر بينهما طباق يبرز المعنى ويوضحه ويقوي السؤال اللي بعد كده بيقول فيك الملائك تعبير فيه تقديم وتأخير ولا اطناب ولا تورية وبيكمل برضو بيقول يفيد جذب الانتباه الاجابة تقديم وتأخير فين التقديم والتأخير هو قدم هنا الجار والمجرور فيك الملائك في حرف جار والكاف ضمير مبني فيه محل جار والملائك هي المؤخرة يعني كأنه عايز يقول الملائك فيك فقدم الجار والمجرور ليه قدم الجار والمجرور لإفادة الاهتمام بالمتقدم ولإفادة التوكيد والتخصيص يبقى هنا عندي فيك الملائك فيها تقديم وتأخير ما الجمال في التعبيرات الآتية برضو هو ممكن يسألني ويجب لي تعبير جميل ويسألني إيه الجمال فيه ممكن يقول لي استخرج صورة بيانية أو لون بياني أو محسن بديع زي ما قلنا وممكن يجب لي المحسن البديعي أو اللون البياني ويطلب مني إن أنا أوضح الجمال اللي موجود فيه بيقول وصلت آخر عليانا بأولها التعبير التاني تسير من ظفر حلو إلى ظفر كلا التعبيرين استعارة مكنية وأنا سبق وأشرت قبل كده إلى الاستعارة المكنية وقلت إن الاستعارة المكنية بيحزف فيها المشبه به ونأتي بصفة من صفات المشبه به المحزوف فهنا لما بص للتعبير الاولاني وصلت آخر عليانا بأولها هو هنا طبعا بيوجه خطابه إلى جيش مصر العظيم فبيقول ايه صور جيش مصر العظيم كأنه حبل قوي متين يشد أولنا بآخرنا وسر جماله التكسيم أما التعبير الثاني اللي هو تسير من ظفر حلو إلى ظفر هنقول إن الشاعر صور النصر بطريق يسير فيه وكذلك صور النصر يعني هنا التعبير الثاني ممكن أسمه إلى جزئين يعني ممكن أخذ الجملة على بعضية الجملة الكبيرة أو التعبير الكبير وأقول تسير من ظفر حلو إلى ظفر هقول استعارة مكنية صور النصر كأنه طريق يسير فيه وممكن أخذ الجزء الآخر أقول ظفر حلو وأقول هنا هو إنه صور النصر كأنه طعام حلو المزاق وسر الجمال التكسيم وإحنا سبقوا أشرنا إنه لو كان بيشبه بإنسان بقول سر الجمال التشخيص ولو كان بيشبه بأي شيء غير الإنسان بقول سر الجمال التكسيم يبقى كلا التعبيرين استعارة مكنية التعبير الأول صور جيش مصر العظيم كأنه حبل قوي متين يشد أولنا بآخرنا وسر جماله التكسيم أما التعبير الثاني فقد صور فيه الشاعر النصر بطريق يسير فيه وكذلك صور النصر بطعام حلو المزاق وسر الجمال التكسيم السؤال اللي بعد كده بيقول أكمل تناول الشاعر السؤال تناول الشاعر في الأبيات السابقة غرضا من أغراض الشعر ما هذا الغرض نسبق واتفقنا قبل كده أو أشرنا إن مدرسة الإحياء والبعث هي مدرسة قلدت إلى حد كبير قدماء في الأغراض الشعرية فنسجوا على نفس هذه الأغراض هتلاقي عندهم الفخر هتلاقي عندهم الحماسة هتلاقي عندهم الوصف الرثاء الحكمة الغزل كل هذه الأغراض قالوا فيها وربطوها زي ما قلنا بقى لما كلمنا عن مظاهر التجديد قلنا إنهم ربطوها بقضايا مجتمعهم ومزجوها بإيه بأنفسهم فالسؤال هنا ما الغرض في هذا النص إيه الغرض الشعري الإجابة الفخر والوصف هو هنا بيفخر بجيش مصر العظيم ويصف أبطال هذا الجيش العظيم يبقى الغرض الشعري هنا الفخر والوصف بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول أو مجموعة أبيات برضو هنحط عليها مجموعة من الأسئلة وبيبقى كده احنا رجعنا على النص من خلال الأسئلة ودي الصورة اللي ممكن يأتي بيها السؤال أمامك في الامتحان بيقول وفيك من مهجات النيل ناشئة فيها مطامحنا فيها أمانينا يمشون للموت في شوق وفي جذل لأنهم في ظلال الله يمشون لا يستطيع خيال وصف جرأتهم ويعجز الشعر تصويرا وتلوينا هذه الأبيات لو سألنا عن بعض هنقول اسرح الأبيات باسلوب أدبي الأبيات عندي هنا هقول يقول الشاعر إن جنود مصر أبناء النيل يعني هو الشاعر في الثلاث أبيات اللي موجودين قدامنا بيوصف جنود مصر ويتحدث عنهم ويقول إن جنود مصر أبناء النيل يحققون الانتصارات تلوى الانتصارات فهم يسيرون إلى الموت مدافعين عن وطنهم وهم يمشون في ظل الله ورعايته ومهما كتب الشعراء والأدباء عن شجاعتهم فلن يستطيعوا تصوير هذه الشجاعة حق تصويرها السؤال اللي بعد كده تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين زي ما اتفقنا إنه من ضمن الأسئلة اللي ممكن تجيلي في نص أو على الأبيات إنه يسألني سؤال حول المدرسة الأدبية أو الغرض من النص أو سمات أسلوب قائل النص أو مظاهر التجديد والتقليد في النص ده من ضمن الأسئلة اللي ممكن تظهر عندي أنا السؤال ممكن بينقسم إلى ألب وبه وجيم ودال ألب بيبقى فيه معامي مفردات سؤال بيكون حول مضمون الأبيات اللي موجودة أمامك جيم بيبقى سؤال حول المظاهر الجمالية ودال بيبقى سؤال حول المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها اللي هو أنت بتلاقيه عندك في الكتاب التعليق محتوط تحت عنوان التعليق على النص هنا السؤال بيقول النص ينتمي إلى مدرسة الإحياء والبعث ولا المدرسة الرومانسية ولا المدرسة الواقعية الإجابة عن هذا السؤال أن أنا هقول أن هذا النص بينتمي إلى مدرسة الإحياء والبعث مدرسة الإحياء والبعث أو المدرسة الكلاسيكية عشان يكون متفقين أن الاتنين بيعبروا عن مصطلح واحد السؤال بعد كده التجربة في القصيدة تجربة ذاتية تقوم على التأمل والتدبر الفخر والاعتزاز التذكر والتطبيق لما أرى الأبيات بقدر أحس أن الشاعر عنده قدر كبير جدا من الفخر والاعتزاز بجيش مصر وعبر عن هذا الفخر وعن هذا الاعتزاز في هذه الأبيات التي ندرسها إذن أقدر أفهم وأقدر أختار أن التجربة في القصيدة ذاتية تقوم على الفخر والاعتزاز السؤال اللي بعد كده هات معنى الكلمات الآتية مهجات جذل مطامحنا كلمة مهجات المهجة لها معنى والمقصود من هذا المعنى معناها دم القلب أو الروح والمقصود منها الخالص من كل شيء خلاصة الشيء بقول عليها مهجة يبقى معنى كلمة مهجة دم القلب والروح والخالص من كل شيء كلمة جذل معناها فرح وسرور كلمة جذل معناها فرح وسرور كلمة التالة عندي مطامحنا معناها تطلعاتنا السؤال اللي بعد كده هات مفرد الكلمات الآتية مهجات مطامحنا ظلال مهجات مفردها مهجة مطامحنا مفردها مطمح ظلال مفردها ظل بعد كده بنقول بنقول بيّن نوع الصور البيانية الآتية يعني هنجيب صورة بيانية وحضرتك هتقراها وبعد كده هتقول لي والله دي استعارة ولا كناية ولا تشبيه ولا مجاز مرسل بيقول لا يستطيع خيال وصف جرأتهم الإجابة استعارة مكنية استعارة مكنية والاستعارة المكنية من أكثر الصور الجمالية اللي ممكن تظهر عندك في النصوص هو بيقول لا يستطيع خيال وصف جرأتهم استعارة مكنية صور الخيال كأنه إنسان يصف أنا ممكن أسأل هنا وأقول طب وسر الجمال تشخيص ولا التكسيم هرد وأقول هو هنا صور الخيال كأنه إنسان صور الخيال كأنه إنسان يبقى طالما صوره كأنه إنسان يبقى هنا سر الجمال التشخيص سؤال بعد كده ويعجز الشعر تصويرا وتلوينة الصورة الجمالية هنا أو الصورة البيانية الإجابة نسامح حد بيقول استعارة مكنية كده قدرنا نعرف الاستعارة المكنية وهقول إن هنا صور الخيال برضو صور الشعر كأنه إنسان وسر الجمال التشخيص يعجز الشعر صور الشعر كأنه إنسان وسر الجمال التشخيص سؤال بعد كده تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين علاقة لأنهم في ظلال الله يمشون بما قبلها هذا التعبير ما علاقته بالتعبير الذي قبله علاقته تعليل ولا نتيجة ولا توضيح الإجابة تعليل هو بيعلل علاقة هذا التعبير بما قبله تعبير يمشون للموت تشبيه تشبيه ولا استعارة تصريحية ولا كناية الإجابة كناية السؤال اللي بعد كده التقديم والتأخير فيه وفيك من مهجات النيل ناشئة بيفيد جذب الانتباه التعظيم لاهتمام بالمقدم ولا كل ما سبق الإجابة كل ما سبق زي وانا بشرح منذ قليل قلت ان التقديم والتأخير بيفيد التخصيص ويفيد التوكيد ويفيد جذب الانتباه ويفيد التعظيم لاهتمام بالمقدم كل هذه الامور ممكن اقولها لما تكلم عن التقديم والتأخير ما خصائص اسلوب الشاعر كما فهمت من النص الشاعر علي الجارم انا بعد ما قريت النص بتاعه اقدر استنبط واستنتج خصائص اسلوبه في ضو معرفتي بمدرسة الاحياء والبعث او المدرسة الكلاسيكية اللي هو احد تلاميذ البرودي فيها واحد روادها المشهورين المعروفين يتميز اسلوب الشاعر بالقاتل واحد السهولة والوضوح اتنين البعد عن الالفاظ الغريبة انت حضرك لما بتقرن نص بتجد ان النص في مجمله مفهوم يمكن كلمة او اتنين بترجع فيها مثلا لمعاني المفردات ولكنك عارف النص وفاهم معنى النص وفاهم ماذا يريد الشاعر منه السهولة والوضوح البعد عن الالفاظ الغريبة استخدام الالفاظ القوية الجزلة ودي صفة من صفات مدرسة الاحياء والبعث اللي هي المدرسة الكلاسيكية اللي استمدوها واخذوها من تقليدهم او من تأثرهم بالشعراء القدماء سؤال بعد كده بيقول تنبع الموسيقى في النص من مصادر متعددة موسيقى في النص بتنبع من مصادر متعددة وضع ذلك الاجابة ارتكزت الموسيقى في النص على ركائز متعددة اول حاجة وحدة الوزن والقافية ودي موسيقى ظاهرة او موسيقى خارجية كما يسمونها وتعتمد ايضا على ترابط الافكار انت تحس ان الشاعر منظم الفكر كلامه مترابط كل فكرة تسلم الى اختها وتسلم الى الفكرة التي بعدها جودة الصياغة يبقى الموسيقى عندي في النص ارتكزت على ثلاث اشياء وحدة الوزن والقافية ترابط الافكار جودة الصياغة الابيات اللي بعد كده بيقول فيها او السؤال اللي بعد كده بيقول هم رياحين مصر نظرة وشذا لا اذبل الله هاتيك الرياعين صان الاله لجيش الحق عزته وصان ابطاله الغر الميامين سؤال هات معنى الكلمات الاتية كلمة صان نظرة شذا الغر كلمة صان معناها حفظ حفظ الاله كلمة نظرة معناها رونق وبهجة وحسن كلمة شذا رائحة طيبة كلمة الغر معناها هي كلمة الغر ممكن يسألني كمان يقول لي ما مفردها هقول مفردها اغر والمقصود بيا هنا كريم الخصال والصفات والافعال سؤال بعد كده بيقول في البيتين دعاء لجيش مصر بالنصر الدائم والعزة وضع ذلك له سؤال الشرح نقول لحضرتك انه هو حيسأل سؤال حول مضمون الابياد الاجابة هنقول يوضح الشاعر ان جنود مصر كالعطر الذي ينتشر على ارضها ويسأل الله ان لا تذبل او تذهب هذه الرياحين الطيبة ويدعو الله ان يحفظ جيش مصر العظيم قويا عزيزا ويحفظ ابناءه المميزين المشهورين بين جنود العالم السؤال بعد كده بيقول تخيل الاجابة الصحيحة مما بين القوسين هم رياحين تشبيه بليغ ولا مفصل ولا ضمي التشبيه ليه اكتر من نوع تشبيه ضمي وتشبيه مفصل وتشبيه بليغ وتشبيه تمثيلي ففي عندي تشبيه مجمل خمس انواع للتشبيه فهنا كلمة هم رياحين نوع التشبيه ايه نوع التشبيه تشبيه بليغ تشبيه البليغ هو اللي بتجد فيه ركني التشبيه الأساسيين اللي هم المشبه والمشبه به موجودين هم رياحين فيه مشبه وفيه مشبه به قدامه يبقى نوع التشبيه هنا تشبيه بليغ اتنين صان أبطاله الغر الميامينة اسلوب إنشائي لفظا خبري معنى غرضه التنبيه ولا النصح ولا الدعاء هي كلمة إنشائي لفظا خبري معنى يعني أنت بتلاقي أن الإسلوب جاي في شكل الإسلوب الإنشائي بيبقى عندي مثلا أمر أو ناهي أو استفهام ولكن المعنى المقصود منه هنا بيبقى معنى خبري فهنقول أسلوب إنشائي لفظا خبري معنى والمقصود أو غرضه هنا لإيه الدعاء غرضه الدعاء الدعاء لجيش مصر بأن يحفظه الله وأن يحفظ أبنائه السؤال اللي بعد كده أو النص اللي بعد كده إن شاء الله هنتكلم أو هنعمل مراجعة على نص المساء ونص المساء هو ممثل عندي للمدرسة الرومانسية نص المساء ممثل للمدرسة الرومانسية اللي اتكلمنا عنها في الأدب وقلنا إن رائد المدرسة الرومانسية هو الشاعر خليل مطران رائد المدرسة الرومانسية الشاعر خليل مطران واتكلمنا عنه منذ قليل أو جبنا أسئلة عليه أثناء مراجعتنا لبعض دروس الأدب خليل مطران هو نفسه الشاعر الذي قال نص المساء نقرأ أبيات منه ونصوغ حولها بعض الأسئلة الشاعر بيقول إني أقمت على التعلة بالمنا في غربة قالوا تكون دوائي إن يشف هذا الجسم طيب هوائها أي لطف النيران طيب هوائي عبث طوافي في البلاد وعلة في علة منفايا لاستشفاء متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي هذه الأبيات الأربعة لو سألنا عليها أسئلة أول حاجة عندنا نقول هات معنى الكلمات الآتية إيه هي الكلمات كلمة التعلة كلمة علة صبابتي عنائي كلمة التعلة معناها التلهي والتشاغل يعني بحاول أشغل نفسي حتى أنسى ما أنا فيه من هموم كلمة علة معناها مرض وجمعها علل صبابتي معناها حبي وشوقي عنائي تعبي وألمي سؤال بعد كده بنسأل ونقول حدد مضاد الكلمات الآتية كلمة دوائي طوافي عنائي كلمة دوائي عكسها دائي داء عكسه دواء وكلمة طوافي عكسها استقراري عنائي عكسها راحتي سؤال بعد كده بيقول استجاب الشاعر لنصيحة أصدقائه بالسفر بغرض الاستشفاء هل تحقق له ما أراد وضح ذلك في ضوء فهمك للأبيات زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان ممكن يسألك سؤال انت بتجاوب فيه او بتجاوب من خلاله يعني السؤال بيكون مباشر زي ما قلنا قبل كده اشرح الأبيات باسلوبك وممكن يسألك سؤال حول مضمون الأبيات التي أمامك فتكون الإجابة شرح هذه الأبيات او بيان مضمون هذه الأبيات او بيسأل عن جزئية او عن بيت معين او عن معنى معين في هذه الأبيات فلما بصر السؤال الموجود امامنا يلاقيه بيقول استجاب الشاعر لنصيحة أصدقائه هو كان خار تجربة وتجربة عاطفية وهذه التجربة لم تنجح فوقع فريسا للمرض فأصدقائه وأصحابه أشفقوا عليه ونصحوا بأنه يغير جوه أو يغير المكان اللي هو فيه ويسافر إلى مدينة الأسكندرية لعل ذلك يكون سببا في شفاء علله الجسمية وعلله النفسية هو استجاب فعلا لهذا وسافر فكانت النتيجة ايه دي عنشوف من خلال الأبيات اللي هو ألم بنقول خاض الشاعر تجربة عاطفية غير ناجحة فأصابه المرض فنصحه أصدقائه بالسفر من أجل الشفاء فاستجاب له وسافر إلى الأسكندرية وهو في ذلك يسأل نفسه هل يمكن لهواء الإسكندرية أن يشفي علله الجسمية وعلله النفسية هذا التساؤل طرحه الشاعر وأجاب عليه في الأبيات اللاحقة ينتهي إلى أن أنه أو نتيجة أنه سافر إلى الأسكندرية إلى أنه أصبح وحيدا أصبح وحيد ابتعد عن أصدقائه وابتعد عن الأماكن التي ألفها وابتعد عن أصحابه إلى آخره ووجد نفسه وحيدا فريسة للأفكار وفريسة للتذكر وفريسة للألم مما كان سببا في اجتداد علته الجسدية وثم أضيف إليها علة نفسية فبيقول أو ينتهي ثم ينتهي إلى أنه أصبح يعيش وحيدا يقابد لوعة الشوق والحب ولا أحد يشاركه حزنة السؤال بعد كده تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين إني أقمت أسلوب خبري ولا أسلوب إنشائي ولا أسلوب إنشائي لفظا خبري معنى الإجابة أسلوب خبري لأنه مبدوء بأنه أخواتها فبنقول عليه أسلوب إيه أسلوب خبري السؤال بعد كده كلمة علة وكلمة استشفاء بينهما طباق ولا ترادف ولا تعليل أخدنا سؤال قبل كده مثل هذا السؤال وأعتقد إن الإجابة هنا بقت وضحة طباق كلمتين عكس بعض السؤال بعد كده أقمت وغربة غربة بينهما تقابل ولا توضيح ولا طباق إجابة واضحة ومعروفة طباق دين كلمة أقمت يعني استقررت في المكان ده وغربة يعني تغربت تركت مكاني وسافرت إلى بلد آخر أو إلى مكان آخر سؤال سؤال بعد كده كلمة النيران سعارة مكنية ولا سعارة تصريحية ولا تمثيلية يمكن أول مرة تظهر عندنا فكرة الاستعارة التصريحية والاستعارة التصريحية هي شقيقة الاستعارة المكنية وتختلف عنها فيه أنا قلت في الاستعارة المكنية إني بحذف المشبه به وأصرح به المشبه وبجيب صفة من صفات المشبه به زي ما قلنا قبل كده ما بقول البحر يضحك فبقول استعارة مكنية صور البحر كأنه إنسان بيضحك طب أنت عرفت منين إنه هو إنسان أقوله والله المشبه به المحزوف عرفت منين أنا جبت صفة من صفات المشبه به اللي هي يضحك وإلى أن ضحك من صفات الإنسان فأنا قلت هو شبيه بإيه بإنسان لستعارة تصريحية بحذف المشبه وصرح بالمشبه به المشبه هنا المحزوف هو كلمة الأشواق كأنه عايز يقول الأشواق أشواقي نيران تحرقني طب هو ذكر كلمة الأشواق الأشواق مشبه والنيران مشبه به طب هو ذكر كلمة الأشواق هنا لم يذكرها حذف يبقى حذف المشبه وصرح به المشبه به يبقى الاستعارة عندي هنا خلاص أنا كده فهمت الاستعارة استعارة تصريحية شبه الأشواق بالنيران وحذف المشبه وصرح به المشبه به السؤال بعد كده بيقول استخرج من الأبياء السابقة صورتين بيانيتين ومحسنين بديعيين وأنا في بداية الكلام وضحت الفرق بين المحسن البديعي وبين الصورة البيانية أو اللون البياني علشان ما أعصالش لبس عندي في الامتحان وبعارف الفرق الدقيق بينهم عشان لو سألني بالمصطلح استخرج اللون بياني أو بعارف أنا هستخرج إيه ولو قال استخرج محسن بديعي أو بأنا عارف برضو أنا هستخرج إيه الصورتان البيانيتان أقمت على التعلة بالمنا استعارة مكنية صور الغربة بأنها مكان يقيم فيه الشاعر وسر جمالها التكسيم الصورة التانية إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها استعارة مكنية صور الهواء الطيب بالطبيب المعالج وسر جمالها التشخيص الجزء التاني من السؤال المحسنان البديعيان هما علة واستشفاء بينهما طباق يوضح المعنى ويقويه والبيت الرابع كله في حسن تقسيم وهقف عند حسن التقسيم أدي فكرة لي فيه عجالة سريعة وننهي عنده حلقتنا حسن التقسيم بيأتي فيه الشعر فقط والشعر هنا لما بصه للبيت الشعر متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي وحسن التقسيم بيعطي ولا يأتي إلا في الشعر وبيعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن ويثير الزهن أرجو أن احنا نكون يعني عرضنا له هذين الدرسين بشكل جيد بالنسبة لكم وأن انتم تكونوا استفدتم من هذا الشرع وإن شاء الله رب العالمين نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله نستكمل ما بدأنا من كلام عن بعض النصوص الأدبية أو مراجعة على بعض النصوص الأدبية وعلى دروس الأدب وعلى دروس القراءة كل التحية والتقدير وشكرا شكرا